أساساً رب العالمين يريدنا نطلع من قشرتنا لنعيش فقط لأنفسنا نفكر في أنفسنا في ملابسنا في مصالحنا في أموالنا في سيارتنا في زوجتنا في بيتنا وما عندنا شغل بأهل العالم يريدك شوي تطلع من هاي القشرة من الأنانية من حب الذات كيف تطلع بالعمل بالعمل البقية من الناس ولذلك إقامة الصلوات نيابة عن الميت قد تنقذه من النار من العذاب الراوي يقول قلت للصادق عليه السلام نصلي عن الميت قال نعم يصله حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ثم يقال خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين أصلي ركعتين وقل الأبوي والأمي وخالتي وعمتي وجيراني وكل من ذهب يقول إيه يعني رب العالمين ما ينقص من الثواب لأن عالم الآخر هو ثواب الله مو مثل ثواب الدنيا الآن لو عندك أنت تفاحة واحدة تعطيها لاثنين كل واحد يحصل نص تعطيها أربع كل واحد يحصل لربع لكن بالنسبة إلى الثواب مو الشكل لنفترض أن صلاتك تفاحة رب العالمين يقسمها إلى أربع تفاحات يعني يسويها أربع تفاحات يعطيه لكل واحد تفاحة فإنوي لأكبر عدد ممكن من الناس أحيانا يسألوني بعض الجماعة مثلا نذهب إلى الحج مو الواجب مو حجة الإسلام نيابة عن ميت من الموتى هل باستطاعتنا أن نشرك الآخرين أقول أشركوا من آدم إلى نهاية الحياة أشرك كل المؤمنين في حجك هذا ما ينقص من ثواب أحد من عدهم ويزداد ويتضاعف الثواب لك لأن من قام بعمل نيابة عن غيره رب العالمين هذا العمل يسوي مية يعني يضاعفه مية مو يقسمه يزيده ويضطي تسعة وتسعين للي عمل العمل واحد لذلك اللي عمل نيابة عنه يعني إذا ركعتين صليت لميت هاي الركعتين الله يسويها مائتين ركعة ويعطي إلك يعطي لذاك بمقدار ركعتين البقية كل إلك قال فأشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم قال إن الميت ليفرح بالترحم علي والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إلي إحنا دائما نفكر الموت في شيء آخر لا ما في شيء آخر هما نفسه الآن بصراحة لو جئنا بعد خمسين سنة إلى هذا المكان يمكن بعض الأطفال الموجودين بعدهم موجودين ولا ولا واحد من عندنا موجود كل واحد في مكان ميت نايم إحنا رايحين مثل ما يذوق ذاك راح هم نفس البشر يعني مدى نشوفهم نعم راحوا وراء حاجز يمكن لهم أن يرون لكن إحنا غير قادرين على أن نراهم مثل بعض الحواجز اللي شايف كأن مرآت انت مدى تشوف داخله بس اللي داخله دا يشوفك الموتى ربما يشوفونه طيبين الصالحين منهم لكن إحنا غير قادرين على أن نراهم في حديث آخر من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع الله به الميت هذا الأجر يزداد إلى اللهم ينفع الميت اللي مات إذا تصدق الرجل بنية الميت إنسان تصدق عن غيره الآن قلنا جائع أنت تطعمه عاري تكسوه هذا إليك ثواب وأجر بالنسبة إلى الميت إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله جبرايل جبرايل سيد الملائكة الله يأمر مو ملك عادي وهم بالمليارات أكثر ما خلق الله الملائكة كما يقول الإمام علي لا الله يأمر جبرايل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان ابن فلان إليك يعني صور جبرايل سلم على عزيزك الذي رحل على صاحبك على جارك سلم عليه وبعدين كم واحد سبعين ألف ملك فيتلألأ قبره وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة وزوجه ألف حراء وألبسه ألف حلة وقضى له ألف خاجة المن هذه للي أعطى الصدقة مول الميت الميت يجون سبعين ألف ملك كل واحد شاهد له طبق يحملون إليه وسلمون عليه لكن بالنسبة إلى الذي فعل هذا الفعل قدم هذه الصدقة الله يطي كل هذه الأمور